بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهارده ان شاء الله هنخلص المثال اللي احنا ابتدناه قبل كده عن تصميم التربة المسلحة وده يعتبر الجزء السادس في شابتر 5 اللي هو Design of Soil Enforcement من قرس Soil Stabilization احنا لو تذكر المرة السابقة كنا وصلنا ان احنا عرفنا الاس في بتاعتي لانها 50 و50 و50 وبعدين كلها بقت كام 25 25 25 للايه للاخ الاطوال بتاعتي قلنا في عندنا 1 2 3 دولة 4 الطول بتاعهم كام كان 3 متر اما الاجزاء اللي تحت كلها ديت طولها كان كام 2 وربع متر كانت 1 75 ديت فيها الاطوال الطويلة وهنا 2 وربع الاطوال القصيرة فزي ما تعلمنا في التصميم لازم اتطمن على ثبات هذا الحائط عشان نتطمن على ثبات هذا الحائط لازم نعمل الثلاث شكات بتاعتنا اول الشك اللي هو بتاع overturning overturning متفقين اني عندي هنا ارس بريشر وفيه ارس بريشر تاني هنا الارس بريشر الاولاني هو بي اي بيساوي كي اكتف في الكيو في مين في اتش كي اكتف بوينت 2 3 8 في الكيو اللي هي بواحد في الاتش اللي هي باربعة فاطلعلي بالقيمة دي البي اكتف اتنين ده عبارة عن مساحة المسلس دوت يعني نص في كام فواحد بتسعة من عشرة في بوينت اتنين تلاتة تمانية في اربعة سكويري يعني تلاتة بوينت سكس وان ايت طن برميتر رام على اساس انت اواخد شريحة عرضها متر في الحائط كله طيب دي الاحمال اللي هتعمل لي طيب ايه اللي هيعمل لي المقاوم او ايه القوة المقاومة لهذا هذه الاحمال الاوزان بتاعتي فعندي دابلي واحد اللي هو عبارة عن اربعة في كام في اتنين في الكسافة بتاعت الصين دابلي اتنين اللي فاضل هنا واحد في واحد خمسة وسبعين في واحد وتسعة من عشرة الجومة بتاعتي يبقى الدابلي وثلاثة ده عبارة عن مين عن الكيو اللي هنا اللي هي واحد في تلاتة بتلاتة طن على الميتر ايه ران على اساس ان هي موجودة هنا طيب عايز اجيب الوفر ترنينج فهنجيب الريزيستنس مين مومنت مين اللي بيقاوم دابلي واحد ودابلي اتنين طيب ما خدتش دابلي وثلاثة ليه عشان ممكن تكون السيارات موجودة هنا متجدش هنا فالكريتيك الكيس ان انا ما خدش معايا دابليو تلاتة لكن هاخد دابلي واحد ودابل يومين اتنين ادي دابلي ومين واحد مضروبة في المسافة بتاعتها اللي هي كام نص الاثنين يعني بواحد زائد الديو اتنين اللي هي تلاتة بوينت تلاتة اتنين خمسة في المسافة بتاعتها اللي هي تتنين وكمان نص يبقى 2.5 عند يهي اما الـ Driving اللي هي بتسبب الدوران اللي هي الـ P Active 1.952 مضروعة في نص المسافة اللي هي كام 2 والمسلس يبقى 3.618 مضروعة في مين في تلت المسلس اللي تفعل تلت تلت H يعني اللي هي 1.33 طلع اللي بكام 3.5 طالما انه هو اكبر من 3 يبقى Save لو عايز اعمل الـ Check على نفس الكلام لازم تجيب Resistance Mean Force على Driving Mean Force لو رجعت هنا هتلاقي مين اللي بيدي هنا ده بيسموه ايه قوتين دولة هم دولة Driving Mean Force اما Resistance اللي هو بيعتبر الشير ما بين التربة دي والتربة دي ف Resistance Force عبارة عن ادي الشير ما بينهم اللي هو الـ Adhesion زائد N في تان دلتا مضروعة الكلام ده في مين في بي ولاحظ ان بي هنا بكام باثنين متر الـ B بتاعتي باثنين متر لكن الـ B عندي باثنين متر تان دلتا هو مدهني بعشرين والـ N ادي خمستاشر وثلاثة بوينت ثلاثة اتنين خمسة على اتنين يعني زائد الـ Adhesion اللي هو السبعة ده يعتبر متوسط الايه الأحمال بتاعتي وهنا الـ P A والـ P A اتنين ادي الأحمال اللي موجودة عندي ونضروبها في اتنين اللي يالبيه طلعت لي بكام اربعة بوينت خمسة اربعة يعني اكبر من ثلاثة يبقى save مافيش مشكلة طب لو انسيف خلاص هخلي دي بكام بثلاثة وبالتالي الأحمال هتبقى الاطوال بتاعتها مالها طول واحد وبالتالي هتبقى اكبر كمان من الثلاثة هتبقى save بعد كده بعد كده نعمل تشيك على مين على البيلين كبسي فنجيب الـ Q ultimate عبارة عن مين C N C لامضة C في الـ I C زائد Q N Q لامضة Q في I Q زائد غاما في B في N جاما لامضة غاما في مين في I جاما حيثه اللامضة C واللامضة Q واللامضة غاما دولتوا للشيب فاكتور والـ I C والـ I Q والـ I جاما ده الإنكلينيشن فاكتور ومديني كل الكلام ده N C و N Q و N جاما بيبقى قدر أعوض بالقيم بتاعتي بتاعت الصويل اللي تحت قدر أجيب الـ Q ultimate طيب ايه الأحمال اللي جايلي من فوق عشان نعمل شيء كبير انكبسي عندي جاما في H اللي هو وزن مين الثربة زائد هنا بقى ناخد الـ W3 اللي هي Q عشان هدي critical لان انا اخد وزن العربيات تكون ماشية فوق الحيطة فيطلع لي بـ 8 و 6 من 10 لو أسمت دوت اللي هي 161 اللي هو الـ Q ultimate على الـ Q actual اللي على الـ 8 طيب 18.76 يعني أكبر من كام من 3 يبقى safe يبقى الحائط بتاعي safe وما فيوش أي مشاكل وبكده يبقى احنا خلصنا المثال الخاص بالـ وشابتر 5 يعتبر كده انتهى والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته